يمكننا بالنسبة لفاربوينت نسخ أو حال أو إعادة تلك الشرائح بالعرض ستعتبر طريقة صورة أشهد صرق لإنجاز المهام وانتقال إلى طريقة العرض صورة U نضغط على المفتاح صورة U من السلسة وللنصفة من هذه الشرائح نضغط على طريقة المؤشرين فيها فيظهر إلى أشهد ثمية بهذه الشريحة دلالة مستيعرها ومن المفتاح من الشرائح المختارة نختح القائمة أشهد ثمية Edit ونختار Duplicate فيتحرك نقصة الأصل من الشريحة إلى أشهد ويكون هذا مفيدا عند نجد إنشاء شريحة ممثلة لإنجازها موجودة بإنجازها وإذا أردنا أحد الشرائح نضغط على الشريحة التي تحركها لاختيارها نختح القائمة أشهد ثمية Edit ونختار Dishlight ونضغط على نفس الشريحة من اللغة التي تحركها فيتم حدث الشريحة وإعادة ترتيب تسلف الشرائح ذاته كما يمكننا إعادة ترتيب الشرائح في طريقة ألعاب الشورتر فيو بالضغط مع الصحب للشريحة التي نريدها من الموضع الفاتح بين الشريحة وإذا نريد وضع هذه الشريحة به وإذا يتم ترتيب الشريحة فترتيب على ليكم نقل الشريحة لديكم البرنامج لإعادة ترتيب لأسفل الشرائح للعرض وإذا كانت استراد أشرائح من عرض ألعاب ودمج سرائح داخل العرض الحالي وإذا يتم ترتيب هذا العرض من سباة الألبرنامج سنفكرنا نفخ أشرائح من هذا العرض ولفقها للعرض الألعاب لإستيراد عدة سرائح من عرض ألعاب نفتح الصائمة المسلسة ونفتح سلائد المفايل فيضع أربع الحواري سلائد سعيندر فنكون بتجديد العرض المفيد إستيراد الرائح منه ونضغط المستعاد ثم نختار ملابع العرض الذين يشعره من المربع الحراري براوز ونضغط Open ونقوم بخصص الشرائح التي نريدها من البرنامج ثم نضغط Enter ونضغط المستعاد سلائد فيضع أضافة الشرائح للعرض وعند قصص أو نبدأ مرات بالبرنامج فإن الحاصل للقص السكليب تكون مهمة في هذه الحالة ثم تحكين وضائع هذه الحافظة بحيث تماما من نفس حتى 24 أصور من تطبيق الأفس المختلفة أو من أي تطبيقات ثم إظهار اللوحة أفس كليبونت عند عملك أو كبير أكثر من عنشور أو عند ضغط المزوج بمشار على مفتاح كليب كما يمكننا إظهار اللوحة OfficeReport على ستح القائل الموجودة في اللوحة Cain ثم اختيار Cain